المترجم للقناة فلم يرى أبو بكر بدا من مقاتلتهم ومنازلتهم بنفسه بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الرغم من الظروف القاسية التي كانت تمر بها مدينة رسول الله ما هي الظروف القاسية التي كانت تمر بها المدينة في هذا الوقت وهو يصر على أن يقاتلهم بنفسه واسمه الظروف القاسية أنا ما رأى واسمه الظروف القاسية يا زيد نعم الموت الرسول صلى اسمه خليه نظرك إن شاء الله تبرك فوتناها واسمه زيد غاضة أول مو شكي القاع نقص العدة والعدل فانيا زيد مسألة اللي صعبة واسمه مورا واسمه قلنا ما كاش القسام يعني واسمه كثرة المرتدين ثالثا مسألة واسمه أن المرتدين ثلاثة أيام وهم يحاورون أبو بكر صديق رأوا أن المسألة فاسمه ممكن أن يقوموا بغزوها في ليلة أو نهار لأنهم يرون أن المسلمين ضعف وليس لهم من يعينهم ولا من يقف معهم وخرجوا مصمح تقلم سيدنا أبو بكر صديق إني أرى في أعينهم الشر وأرى الأرض قد ملئت كفرا قالوا فلا تزيد فلا تناموا ليلا ولا نهارا فإنكم لا تدرون أليلا تؤتون أو نهارا فمنعهم من النوم ليظلوا حراسا على المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أول إجراء إن شاء الله تعالى قبل الخروج للمقاتلة ماذا فعل آوى الذراري والعيال إلى حصون منيعة جمع الإنساء زيد والذراري فجمعهم في مكان حصن حال حال كما رامدون الناس تحت الأرض أولا كذا هما ذلك القيطة كانت بحصون حصون ويضع على أبواب الحصون رجالا لا ينامون بالليل ولا بالنهار لأنهم سيخرجون وسيتركون المدينة وقف يحد ما بقف يغن النساء لأن يخشون أن يؤتون على حين يغر من طريق من طرق المدينة مع أن سيدنا أبوكر صديق لم يترك هذا الأمر عبثا ولكن جعل على كل طريق تؤدي إلى المدينة كمنذ لا ينام بالليل والنهار لا إلهي الله رسول الله فحصنهم في حصون وشعاب محافظة عليهم من أي غضر يمكن أن يطالهم من قبل المرتدين واستعد للنزال بنفسه الله لا إلهي الله رسول الله بعد ثلاثة أيام أعقل من خروج المرتدين بعد أن أنهوا حوارهم مع أبي بكر ورفض أن يتنازل لهم عن أي شيء وأن مسألة الزكاة مسألة الدين وأن الدين لا ينبغي أن ينطقص منه ووحي رأوا أنها فرصة إذن للهجوم على المدينة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهؤلاء المرتدين هؤلاء المرتدين تقريبا من قبائل زيد أسد وغطفان هذا هو من في مرد دبزة أسد وغطفان وعبس وذبيان وبكر بعد ثلاثة أيام هجموا على المدينة بعد ثلاثة أيام هجمت هذه القبائل على المدينة ليلا ليلا كما قالوا سيدنا أبوكو صديق إنكم لا تدرون أي ليلا تؤتون أم نهارا فهاجموهم ليلا وقد خلفوا بعضهم بمكان يسمى بذيحس ليكون ردءا معنى ردءا معنى ردءا ما ظهرا يقول له هرباني لا يقع المسلمون في كمين إلى المسلمين تبعوهم واسموا يقعون في كمين لأنهم في ذلك المكان قد تركوهم مختبئين بسيوفهم فإما أن ينتصروا في المدينة ويحققوا النصر وإما أن يلقوا قتالا شديدا فيفرون فيتبعهم المسلمون فيقعون في فخ أكبر وأخطر اللي كانوا خطة محكمة خطة محكمة لكن الأنقاب التي كانت تحرص من قبل القادة الستة أرسلوا وأبرقوا برقي سريع إلى بكر إنهم مهاجمون لقد وصل المرتدون بجيوشهم فكتب إليهم أبو بكر أن ألزموا أمكنتكم لا تتحركوا من أمكنتكم حتى أوافيكم فتجهز أبو بكر ولبس لباس الحرب ثم جمع المسلمين ثم سلمهم تلك الإبل التي جاءت من قبيلة أسلم فراكبوا الإبل وتقدمهم أبو بكر رضي الله عنه ثم نشبت أول معركة ضد المرتدين عند مشاريف المدينة فقاتل أبو بكر قتال الأسد الهصور وما هي إلا ساعات حتى انكشف العدو وفروا لا يلون على شيء فتبعهم المسلمون أبو بكر والصحابة تابعوهم على إبلهم حتى وصلوا إلى الكمين إلى ذي حس ففوجئ المسلمون بقيادة أبي بكر أن هناك فخا نصب لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن تراجع العدو يعني غير الدبنش تراجع فتبعهم المسلمون حتى إذا بلغوا ذي حس حيث كان أولئك يرابطون مستعدين للإقاع بالمسلمين على حين غره فخرج عليهم الرد ظهر هذا كل كنف ما مرابط خرجوا على المسلمين وإذا بجيش منظم يجابه المسلمين في أول معركة لكنهم كانوا قد هيئوا أنحاء نفخوها وشدوها بالحبال واسم ماذا الأنحاء واسم ماذا الأنحاء لا أنحاء قال لي شيء بحالك شكاوي وصيطين فيهم في الهواء فلما جاءت النوق هما يعرفوا بيلي أخطر سلاح يقهر النوق هو هذه يعني كانوا عارفين فدهده هذه الأنحاء المنفوخة تجاه عير المسلمين فولت عير المسلمين فارتا لا تلوي على شيء لم يستطع المسلمون أن يوقفوها حتى دخلوا المدينة ولم يسقط أحد من المسلمين دخلوا إلى المدينة هذا الخروج الأول تعبئ بكر الصديق هذا الفخ الأول يعني الناس ما كانوش سهلين كانوا سهلين ما كانوش سهلين ما كانوش ما كانوش سهلين إذن فنفخوا تلك الأنحاء وجعلوا مشدودة إلى حبال فدهدهوها والذي يقول لا يعني أطلقوها تجاه تلك النوق والإبل فإذا بهذه النوق تفروا عائدة بسرعة فائقة إلى المدينة فدخل أبو بكر وجيوشه إلى المدينة ولم يصب أحد من المسلمين فلعل الله تعالى جعل في ذلك خيرا اللهم الآن زيد يقعوا على هذا الفخ أو لا حتى تكون شيئا حاجة أخرى إذن خصمي عارفوا العلم عمرهم يتعاملوا القضية قضية ليست ليست سهلة قضية الردة أي مصممين على أن ينهو قضية الإسلام وإسقاط دولة الإسلام إلى الأبد الناس مراجز سهل أمركم صاف إلى حوله ولك وجل فبعد هذه إن شاء الله تبارك وتعالى الوقعة التي تمت كخطف البصر ما الذي ظنه المشركون ما الذي ظنه المشركون المسلمون المسلمون ليس لهم زيد خيل وإنما ظهرهم الإبل وأنهم استطاعوا زيد للوهلة الأولى أن يردهم على عقابهم بفخ نصب وهو فخ يسير فتجرؤوا أكثر فأرسلوا رسالة على جناح الصرعة إلى أهل ذي القصة بالخبر إذن سيزيدوا يعني كان شو المدينة هنا يا ذي حس كمين الفوق ذو القصة كمين نسمو جميع الآن نسمو قالهم قالهم الآن سننتهي من قضية المدينة إنهم ضعاف وانتصرنا عليهم فعليكم أن تلتحقوا جميعا لكي نهجم جميعا على المدينة ونهجم هجوم رجل واحد فقدموا عليهم أما أبو بكر فنهى الجيش نهاهم نهاهم على على النه يعني قالهم لا ينام هذه الليلة أحد فإن أعداء الله قد ظنوا أنكم ضعاف وسيفاجئونكم والآن لابد من تعبئة الجيش للقتال بطريقة احترافية فجيء بالخيل فنظم هذا الجيش يعني الآن هو الجيش مكتمل الأركان بالخيل زيد وبالإبل زيد وبالمشات زيد أصحاب الرماح يعني الآن الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سيدخل المعركة مباشرة أول معركة إن شاء الله تبارك وتعالى فتهيأ وهيأ الناس ونظمهم فخرج على خرجه ويمشي وعلى ميمينته النعمان بن مقرن النعمان بن مقرن تعرفوا شك هو النعمان بن مقرن أو ما تعرفوا شك وش عرفتوا النعمان بن مقرن الصحابي النعمان بن مقرن أو ما أردت من الآن غادي قوت السماوات السماوات النعمان بن مقرن هو الذي دمر إمبراطورية فارس هو الذي انتصر في فتح الفتوح في نها وامر ولكن استشهد فبكى عليه عمر على المنبر الرجال هذا هل تقلمونه على الرجال هل تركوا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي استمعوا لهذه الاستماوات الله رحمة لكم استمعوا لهذه الناس ماذا أبلوا في الإسلام النعمان بن مقرن كان على ميمنة جيش أبي بكر الصديق وعلى ميسرته وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن وعلى الساقة سويد بن مقرن شحل تعرف هذا هذا بن مقرن شحل من أخي شحل من صعبي 11 عائلة كاملة يعني من أعظم العائلات في تاريخ الإسلام تعرفوا هذا من جا مسلم من جا مسلم جا مسلم يعني تعرفوا اسم جابو لما تعرف جاء بمال وفير من باديته فاستقبله رسول الله هذه عائلة عظيمة النعمان بن مقرن ونعيم بن مقرن وسويد بن مقرن وعبد الله بن مقرن وهكذا وسبحان الله عمر بن خطاب لوقيتة اللي كانت غادي تجيب أنا غادي تكلموها عن عمر بن خطاب في معركة نهوان دار ثلاثة نتع القادة إذا أصيب هذا فهذا دار الأول هو النعمان بن مقرن فإذا أصيب فأخوه نعيم بن مقرن فإذا أصيب فالأمير حذيفة بن اليمن من بعد إن شاء الله هاي شيء من بعد كذب قلت وصلتها إذا سيدنا أبو بكذل علمه إيمانا شكون النعمان بن مقرن الله يا الرجال ولكن شكون يعرفنا هذى الناس هذو إنه أمة تابعة وصلت تعرف هذا الرجال منظر كنتم تسمعوا الصحابة منظر كنتم تسمعوا الفاتحين العظام الكوكة أوروبا عندها واحد بحال هذو يعني يعني أدلوا التمثال في في أوسط المدو الكبيرة في أوروبا والنعيم بن مقرن وعبد الله بن مقرن وسويد بن مقرن كان على كان على من المشات أو اللي كان معه الركاب فخارج أبو بكر في هذا الجيش فين غادي يمشي لذي لذي اللي لولا كي يقولك المنطقة لذي سوى فما هما المشركين والمرتدين يحسب لهم زعم بابا صافر أو اللا وغيرا إن شاء الله غادي يهجموا عليهم طبعه طبعه هو سيدنا أبو بكر صديق فما طلع الفجر جلدك النهار فما طلع فجر ذلك اليوم إلا وهم والعدو في صعيد واحد فاجأهم يعني هو وراء قالهم يعني اكتبوا باللي هذا النس رمض عافوا رحنا إن شاء الله جلينا مرام فإذا بأبيك بكر الصديق بجيش يصبحهم قبل صلاة الفجر ففاجأهم بجيش منظم الميمانة والميسارة والساقة والقائد لا إله الله فهجموا عليهم على حين بغته فوضعوا فوضعوا المسلمون فيهم السيف وقتلوهم شر قتله وشردوهم شر تشريت أوضعوا فيهم السيف فما طلعت الشمس حتى صارت تلك المنطقة تحت حكم المسلمين الله وقتلوه قال زيد الله وقتلوه الآخرين ما زال ما وصلوش نعم هذا كل جين من يعني ما زال ما وصلوش والمسلم من وصلوه وصلوه قضاوا صالحة قضاوا صالحة لا إله إلا الله محمد الرسول فما طلع الفجر إلا وهم العدو في صعيد واحد فوضع المسلمون فيهم السيف فما ذر قرن الشمس أي ما طلعت شمس ذلك اليوم حتى ولوا الأدبار يعني فروا فروا وغلبوهم على عامة الظهر أخذوا أخذوا خيولهم وأخذوا بشاهو وقتل في هذه المعركة أخ الذي ارتد طلايح الأسدي الأخ جالك اسمه حبال الأسدي طلايح الأسدي غادي يولي مسكين إن شاء الله تعالى ويتوب ويكون من الفاتحين الكبار ولكن ها أنتشو هذا قتل على وهو مرتد كان من أبرز من قتل في هذه المعركة حبال الأسدي أخ طلايح الأسدي فاتبعهم أبو بكر فين وش ريضوا لما ريض فاتبعهم أبو بكر وهم فرارا إلى فين إلى حتى نزل بذي القصة فين كين فين كين الكمي الآخر وكان أول الفتح فانتصر أبو بكر الصديق في هذه المعركة الأخير المزارة بعد ما يتحركوا ويجيوا وإذا بأبي بكر الصديق انتهى من تلك يعني المنطقة واستولى عليها وفروا باش الأخير يجيوا هذو مش هربوا لهم فاتبعهم أبو بكر الصديق قتلا وأثرا حتى وصل إلى ذي القصة وسيطر على تلك المنطقة وصارت تحت حكم المسلمين وطارك فيها النعمال بن مقرن وجيشه بعض الخطأ هذي كيسموها 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 في العسكر في العسكرتاريا هذي مسألة هذي مسألة هذي مسألة هذي مسألة كيقولها المنطقة العازلة يقولوا خصي نديروا منطقة ما اسمها ما اسمها دي واحدة أربعين كيلومتر عن المدينة ديالك كتكون منطقة زي معزولة وكيكون فوقها الطيران ما كاش اللي قربوا لها زعمة ما كاش اللي لأن المدينة كانت واسمها كانت مستباحة الآن واسمها الآن وشحال من ميل وشحال من ميل أصبحت تحت حكم المسلمين يا أميال اللي الكامل هم يتمشوا تخيل تبعا اللي الكامل هم يتمشوا وزادوا يتمشوا حتى العشرين تاع البارح وشحال وشحال تكون بمز كيلومتر هذي يا أميال هذي المنطقة كلها أصبحت تحت حكمة أبي بكر الصديق وقد شارك رضي الله تعالى عنه في القتال وأعطت مشاركته في القتال للصحابة واسمه دفعا قويا وأعطتهم واسمه ارتفاع معنويات لا مثيل لها الله أكبر ولذلك ما سمي الإمام إماما إلا لأنه يتقدم الناس يتقدم الناس فاش عمرو ما تشوفوا انتم شي قائد مثلا يكون نجح وهو يولي النور نمكش ولذلك لما رأى المسلمون أن أبا بكر يغامر بحياته وهو أول خليفة للمسلمين ويتقدم الصفوض وينظم ويشير ويتحرك شو هذا الرؤية الثاقبة يعني من اللي يولاه هربانين هذو كل الخيل هالأخرين طمعوا هواش ما يقولهم هاللي لن صبح عليهم ما نخلهم شو وصلوا هذا هو اللي قال له يتغذى به قبل زيد هذه هي السياسة اللي كيدرها الأعداء فقاش مبات سمعوا غاد يدروا ما يسمى بي وقف إطلاق النار أو للهدنة هذه هي لقية التي استعملوها لتحقيق والعياذ بالله توسعات في أراضي المسلمين أبو بكر كان يعرف اسمه فحرر هذه المنطقة الشاسعة التي كانت بمحاذاة المدينة وبذلك دفع أكبر خطر كان يتهدد المدينة وهذه أول خطوة في طريق قضاء على الردة بأكملها الله أكبر فسارت أخبار انتصاراته إلى كل تلك القبائل التي كانت تتململ وكانت رؤوس النفاق ورؤوس الردة تطل برأسها فقام معها فأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة وكان أول الفتح فجعل عليها النعمان بن مقرن في عدد حتى تكون إن شاء الله تحت حكم المسلمين عمليا قالوا أن تقلس هنا بالجيش ديال لكي تكون حارسا على المدينة من هذه الناعية لكي ما بقوش حرص على أنقاب المدينة الحرص على المدينة واسه ولد ولد فين على أبو عدي أميال على أبو عدي أميال الجيش الآن ورجع أبو بكر مع جيشه إلى المدينة وهناك سبحان الله كان من بركاتي هذا النصر أن المسلمين في قبائل ذوبيان وعبس خرجوا على القبيلتين منتظمين بسيوفهم أفهمتوا هذه القضية؟ سيدنا أبو بكر راجع قبيلة بني ذوبيان وعبس واسمه كانوا فيها بعض المسلمين مستخفين فلما وصلتهم أخبار انتصار أبو بكر اجتمعوا وتوحدوا ونزلوا بالسيف على حين يغر على المرتدين من قبائلهم يعني صافي الآن هذه حركة يعني جديدة لم يكونوا يتجرؤون على أن يفعلوا ذلك لكن انتصار أبو بكر الصديق وأخباره التي سارت بذكرها الركبان وفرار أولئك وصاعر ذي القصة تحت حكم أبي بكر الصديق والنعمان بجيشه مرابط على تلك المنطقة أعطت دفع معنوية للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يخفون إسلامهم وقد ثبتوا على الإيمان اجتمعوا وتوحدوا وإذا بهم يعملون بسيوفهم في قبيلتي ذوبيان وعبس الله أكبر الله أكبر فقتلوا المشركين شرقت له لأنهم يكونوا ينتظرون يعني هذه عفاة تقعبوا بكر الصديق ماشي يخرجهم فقتل المسلمون في تلك القبيلتين المشركين على حين غره شرقت له وفعل من وراءهم بقبائلهم مثل ما فعل هؤلاء يعني أن هذه المسألة انتقلت إلى قبائل أخرى يعني هذه المسألة انتقلت على المسلمين ماشي غف ذوبيان وعبس حينما وصل هذا الخبر ما صنع المسلمون الذين ثبتوا على الإسلام ما فعلوا بقبيلتيهم هم أيضا اقتدوا صارت واسمه واسمه صار صارت هذه واسمه نموذج يحتذا صار نموذج يحتذا فبدأوا يتملمنوا يتحركون ويفعلون كما فعل المسلمون في تلك القبائل الله أكبر ففعل من وراءهم في القبائل الأخرى لا إلهي الله فعز المسلمون حتى أولئك الذين كانوا وسط المرتدين عزوا بانتصار أبي بكر في هذه الواقع يعني كانوا يعني ذلة وسط هذه القبائل التي ارتدت وكان الرجل منهم إذا تكلم أو نصح يقتل يقتل لا يستطيعوا الحديث لكن لما بلغت انتصارات الآفاق وقام هؤلاء إن شاء الله بالدوب عبسوا بذوبيان المؤمنون الموحدون فهجموا في حين غر ولم يكنوا هم كانوا يستنع أبو بكر رجلهم وإذا بأبنائهم من المسلمين يهجمون عليهم ويقتلونهم شر قتله وإذا بهذا يصبح نموذجا يحتذا وينتقل للقبائل الأخرى وبدأت قبائل الردة ينخرها الإسلام والإيمان والموحدون من الداخل فعز المسلمون أن يمعز بهذه الحركة التي قادها أبو بكر الصديق بنفسه عزوا كانوا في حالات واسموا ضعف لم يكنوا يجرؤون على أن يعلنوا على أنهم لا زالوا ثابتين على إيمانهم ثم عند عودة أبي بكر الصديق إلى المدينة ووصلت كل هذه الأخبار أقسم على مسامع الصحابة قائلا والله الذي لا إله غيره رافع السماوات بغير عمد لأقتلن في المشركين كل قتلة ولأقتلن في كل قبيلة بمن قتل من المسلمين في تلك القبائل المرتبعة لو قتلوا مئة سأقتل مئة من المشركين أقسم بالله أن أي مسلم بقي ثابتا على دين في قبيلة ارتدت لينتقمن منهم شر انتقام ويقسم أمام الصحابة لما وصله خبر ما فعله المؤمنون في تلك القبائل من استرجاع زمام المبادرة وإعلان ثباتهم وتوحودهم والانقضاض عليهم على حين غره فعز هؤلاء بانتصارة أبي بكر ووصلهم الخبر أن أبا بكر أقسم أنه سينتقم لكل مسلم موحد ثبت على الدين وتعرض للأذى أو أي عدوان من قبيلة من طرف تلك القبائل لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن صمم الصديق على الانتقام الله أكبر صمم الصديق للانتقام لكل نفس موحدة ثبت على الإسلام غدرت بها الفئات المرتدة واعتبر أن قتل المسلمين الثابتين من أعلى الناس درجة في الشهادة من أعلى من أعلى مراتب الشهادة في الإسلام اللي يثبت في قبيلة مرتدة وخاطبهم ودعاهم إلى أن يتراجعوا عن هذا الكفر الذي أعلنه صراحاً بواحاً فقتل اعتبرهم أبو بكر الصديق من أعلى الناس منزلة في الشهادة كل اللي يثبت ولذلك أقسم بالله لينتقمن لكل نفس موحدة ثبتت على الإيمان كي يعتبر هذا دين على خليفة المسلمين يا الخبول لا فايل لن يترك دم موحد قتله المرتدون في قبيلة إلا ويعتبر أبو بكر الصديق أنه مسؤول بين يدي اللعن هذا الدم لينتقمن وأقسم بأغلض الإيمان وهذا مما زاد زاد الناس ثبات في تلك القبائل احتلق شوية تردد واسبو أرجع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقد نفذ الصديق قسمه تنفيذا تاما فازداد المسلمون في قبائلهم ثباتا وعزا وصمودا وجرأة قل نظرها فبدأت الردة تنخر من داخل القبيلة من قبل المؤمنين هناك الذين كانوا يخون إسلامهم لا إله إلا الله ورحمة رسول الله الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سيدنا أبو بكر ذو القصة فيها النعمان والآن المدينة إن شاء الله تبارك وتعالى على بعد أميال أصبحت محمية من قبل مرتدين هذه وحدة زين ذوبيان وعبس المسلمون اجتمعوا وتوحدوا وعلى حين غر انتصروا ووضعوا السيف في تلك القبائل فحققوا نصرا دون الحاجة إلى جيش أبي بكر مسلمون آخرون احتذوا حذو هؤلاء أقسم أبو بكر صدقاني انتقم للشهداء حتى يزيدهم إن شاء الله تبارك وتعالى رفعا لمعنوياتهم فما الذي حدث ما الذي حدث الوغش من بعيد يأتي الصحابة العيون دي قالوا يا أبا بكر يا أبا بكر قوافل تأتي حالكم منظرها التهجم في أول الليل يقول لهم يقول لهم أبا بكر صدقاني لا عليكم لا عليكم لا عليكم قالوا نذير يا أبا بكر قال بل بشير شو هاتسين مكير يا أبا بكر وش بقى عن ش اللي يجي عن المدينة هم يأتون بالأخبار أن هذا هجوم جاي عن المدينة يقول لهم لا عليكم يقولوا أنا ذير قال لهم بل هو بشير وإذا به وسط الليل يصل صفوان في أول الليل ومعه زكاة قبيلته آه الزكاة بدا تجي بعد يوميدي القتال تعرد إذا ببعض القبائل البعيدة صارت ترسل الصدقات والزكوات التي أقسموا أن لا يؤدونها إلى أبي بكر الله الله يودك يودي يسيد اللي انصر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعمروا بالمعروف ونهو عن المنكر قال بشير بشير وإذا بالزبرقان أو صفوان هو اللول صفوان يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بزكوات وصدقات فيها الإبل فيها البقر فيها المال فيها الطمر أي 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 إبل مليئة بالصدقات الزكوات بيت من المسلمين غاوين شفوه مورت الدين غاوين شفوه لا إله الله ثم بعد ذلك ورسلوا إليه قافل أخرى يا أبا بكر أنا ذير قال بل بشير قالوا ما دمت قلت بشير فوجهك لا يبشر إلا بالخير يا أبا بكر فيصل الزبرقان بن بطر هذا شاعر وثبت وجاء من قبيلة باش بأموال الزكوات في وسط الليل شو أول الليل زكوات وسط الليل زكوات وفي أواخر الليل ثلث الأخير يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى رجل آخر من قبيلة أخرى بزكوات قبيله ثم يقولون أنا ذير هو يا أبا قال بل بشير لا تراعوا لن يطمع المرتدون أبدا أن يهجموا على المدينة إنما هي زكوات ستأتيكم شو هذا هذا كان ينظر بنور الله يا أخو يا أخو هذا أنا من نشوف أنا هذا الكلام هذا الذي يقول وغيق ورجي قراجي الزكوات قامت خفش أنا جاي من صاحب الزكت يعني الأثر الأول إن شاء الله تعالى لهذه الهزيمة تعاول واسم هو أن يتراجع الكثير من المرتدين ويعلنوا عن حسن نيتهم تجاه دولة الإسلام حتى لا يطالهم سيف المجاهدين فأسرعوا بإرسال الزكوات إلى المدينة الله أكبر في ليلة وحدة وش عال جات منها من قافلة شعال أتلاها فلم يصبح صباح ذلك اليوم حتى امتلأت المدينة بالخيرات شاء وعير وبقر وتمر وأموال ووو لكي يجهز أبو بكر جيش أخ في سبيل الله 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 اللي بغى الأخيرة غادي جي الدنيا بستفعل لا لا اللي بغى الدنيا ما تبقالوا لا الدنيا ولا لا خير ولا تجدنهم وأحرص الناس على حياة كي يقول بالصلاة عليه وسلم يوشك أن تداع لكم الأمم كما تداع الأكلة قد يهجمون كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولا كنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور على أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قيل ولم ولذلك لم يكن غريبا أن يتخذ أبو بكر شعارا شعارا لدولة هو احرص على الموت توهب لك الحياة شو لها الكلمة كي دايرا بلاغ واحد كيتكلم عن البلاغ انت حذ الشعار دي الأبو بكر صديق بلاغ شو احرص على الموت توهب لك الحياة حفظ هذا الشعار احرص اللي بغى الأخيرة يعطل الله الدنيا الحياة الحقيقية ففي ليلة واحدة ليلة امتلأت المدينة بأموال الزكوات التي جاءت من احياء لقبائل عربية كانت في البداية تعلن تمردها على دولة الاسلام وامتناعها على تأدية الزكاة لأبي بكر الصديق بما تشاء من هذه الأعذار وكان كلما طلع جبات الزكاة إلا ويقول الصحابة أنذير هم يا رسول يا أبا بكر يا خليق إن شاء الله بشير بإذن الله تبارك وتعالى فيقول الصديق إن شاء الله تبارك وتعالى بل هو يبشر إن شاء الله تتوارد على المدينة وبينما هذه البشائر وبينما هذه البشائر تتوافد على المدينة إذا بجيش سيدنا أسامة يثمن البشائر فيأتي منتصر وإذا بالمدينة مع وصول هذه القوافل من الزكوات إذا بالمولى يشاء ربك أن تصادف هذه المواكب الطيبة التي تحمل البشائر والخير وانهزامهم نفسيا هذه القبائل إذا بأسامة يدخل مظفرا ولم يخسر جنديا واحد وفعل كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله سيدنا أبو بكر على قدميه يمشي ثم توجه أسامة رضي الله عنه إلى المسجد فصلى ركعتي الشكر ثم قال أبو بكر لسيدنا أسامة وجيشه استريحوا وأريحوا خيلكم ما نحتاجوكم جدركم أنتم ما تشاركوش معنا استريحوا وأريحوا زيد خيلكم ثم قام أبو بكر الصديق بتولية أسامة أميرا على المدينة وفرق يا أبو بكر لابد أن يخرج فيه ثالث مرة إلى منطقة أخرى لقتال المرتدين بنفسه أينه مباشرة أمير على المدينة شو شو سيدنا أبو بكر شو حال كان يحترب إن شاء الله تبارك وتعالى هذة تعيينات اللي درسنا رسول الله صلى الله لم يشأ أن يجعل أمير على المدينة وهو خارج ممنوع لكن لما جاء أسامة فرح بما أنجز وشكره ثم قال استريحوا وأريحوا خيلكم ثم في ذلك اليوم أمره على المدينة ماذا سيفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر الصديق الآن سيخرج إلى هذه القصة اشتفينك هذه القصة فينك شكوان شكوان ايه وقولوا لي النعمان بن مقرن هو كيقوله النعمان بن مقرن النعمان بن مقرن المزوني النعمان بن مقرن إذن فالصديق سيخرج إلى هذه القصة مع أولئك الذين خرجوا معه من قبل دون أن يستحب معه جند واحد ممن خرج مع أسامة قال لهم أنتم مريحوا أنتم مريحوا لقد أديتم ما عليكم ثم خرج مع الذين كانوا على الأنقاب شكوان من الذين كانوا على الأنقاب شكوان من هذا كلكم منظهات الستة الستة لكو عارفة علي وطلحة والزبير والساعد بن أبقص عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود كل واحد على رأس كوندق خرجوا معه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى فلما خرج عن المدينة وهو قائد ناشده المسلمون أريض يا أبا بكر ناشده المسلمون ناشده الله قائلين ابقى يا خليفة رسول الله بالمدينة فذلك أدعى للانتظام نحن نخشى أن تصاب ولئن أصبت لن يجتمع للمسلمين كلمة عد يا خليفة رسول الله نحن نكفيك اجعل على هذا الجيش قائد وعدي إلى المدينة الله أكبر ظيره ظيره واش غادي يدير بس فعليه يقول لي يقول لي ياك يقول لي بشيه ان شاء الله تبارك قالوا عليك أن تعين أميرا نخشى أن تصاب فتصاب الأمة كلها بإصابتك فاستبدل رجلا آخر فيه إن أصيب إذا أصيب قائد در تغدير قائد خردين هذا القائد فقال لا والله لا أفعل ولأواسينكم بنفسي ووالله لن أرجع عينت أسامة أميرا على المدينة أما أنا والله لن أرجع ولأواسينكم بنفسي هذه المرة الثالثة أسمع أنتم ما في بالي بللي قلتوا بللي غادي يرجع يعني يعني ما هدتكم ذلك الكيفية لعله عسى تقولوا غادي هولي إن شاء الله قال لهم ما كاش لا إله إلا الله محمد الرسول فتشجع المسلمون برؤية أبي بكر يقودهم في ساحة مواجهة المرتدين فخرج الصديق ومن معه أولا إلى ذي حس ثم ذي القصة ثم تقدم بجيشه مع النعمان رضي الله وعبد الله وسويد هذا أخوان بتلاثة كل واحد على كما الميمنة كما قلنا والميصرة والساقة بتلاثة أخذهم من ذي القصة مع جيشه ومع أولئك الذين كانوا على الأنقاب حتى نزل بالربضة بالربضة الرابضة هي أميال هذه اللي مات فيها شكون الربضة مات فيها شكون يقولوا لا الواجه مات وحيدا شكور أبو ذر الغفاء اللي قالوا لي بصلا الله سلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك مات وحيدا في هذا المكان الربضة من بعد سنشوفه مع عمر رضي الله تعالى حتى نزل بالربضة بالأبرق فهزم الله على يدي أبي بكر وجوه هزم حارثا وعوفا وأخذ الحطيئة أسيرا تعلمش كل الحطيئة أنا ما تعلمش الشاعر الحطيئة أخذه أبو بكر الصديق أسيرا هزمهم كخطف البصر يعني أولت عنده المعارك واسمه كمن بصلا الله فنفخهما ركوا عقلين ركوا عقلين الرؤية أنت عنه بصلا الله كانوا رضي الله عنهم سيدنا أبي بكر صديق المعارك أنت خاطفة وحاسمة مباغتة وخاطفة كالإعصار كالإعصار كما رآها النبي صلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله فأخذ الحطيئة أسيرا فطارت عبس وبنو بكر وأقام أبو بكر على الأبرق أياما وقد غلب بني ذوبيان على البلال إذن فأخذ كل تلك العرض شك ذو القصة أخذ ذوبيان منطقة الربضة والأبرق وقبيلة بنون آه الآن واسمه غادي يديره بني ذوبيان أشغل يديره لا إله إلا الله محمد رسول الله أقسم أبو بكر لما أخذ أرض هؤلاء المرتدين فقال حرام على ذوبيان أن يتملكوا هذه البلاد إلى الأبد أو يا رب يا الحسب حرام على بني ذوبيان الذين ارتدوا أن يتملكوا من اليوم هذه الأرض أو يا بن عمي ستنظف إلى بلاد المسلمين وستدخل إلى منطقة كيقولها كيقولها هذه منطقة كيقولها ما المنطقة العازية غادي يكون فيها شكون هدي واسمو تكون أماكن عسكرية مغلقة شكون منطقة عسكرية مغلقة ما يمر منها حتى وحد للمدينة لكي يتقدم بعد ذلك لقتال القبائل الأخرى اللي غادي تجي بني حنيفة وبني الله أكبر فأقسم أبو بكر أن هذه الأرض ستظل حراما على بني ثعلب الذين ارتدوا ولن يأخذوا منها شبرا ولن يتملكوها لأن الله غنمنها بالسلف بالسيف وأجلاهم منها وهم مرتدون بعد أن من الله علم بالإسلام فكفروا بنعمة الله وارتدوا وقاتلون من هذه الأرض لا يمكن أن تعود إليهم ورجعوا بعد إلى الإسلام من لين انتصر المسلمين قد نكمل من لين انتصروا وصافوا وقضوا على فتنة الردة كانوا اللي يبقى فيهم الإسلام وجاءوا إلى أرضهم ليستلموها وكان سيدنا أبو بكر مخلف المشكون المجاهدين فجاءت بنو ثعلبة وكانت منازلهم لينزلوها فمنعهم المجاهدون منها برّا بقسم سيدنا أبي بكر خليفة رسول الله فقالوا على ما تمنعوننا لنشكونكم إلى خليفة رسول الله قال اذهبوا إليه فجاءوا إلى المدينة فقالوا يا خليفة رسول الله على ما تمنعوننا من نزول بلادنا قال كذبتم ليست لكم ببلاد ولكنها موهبي ونقذي الله وهب لي وأنقذها بالردة بي فهي أرض المسلمين أضعتموها لما جعلتموها منطلقا للردة وقد منى الله بالإسلام والله لن تدخلوها آه يا بنا أمي على قائد ملية الإسلام أرض الله واسعة أما تلك الأرض التي استعملتموها قاعدة للانطلاق لتهديد دولة الإسلام والله لن تسكنوها أبدا ويلس بلادكم ولكن الله تعالى أعاننا لكي نستردها ونستنقذها من الردة والكفر أوه بنا أمي يا بنا أمي ولم يعتبهم أي ما معنى لم يعتبهم لم لم يعذرهم لم يعذرهم وحما هذه الأرض التي هي الأبرق حماها لخيول المسلمين دراء أرض حما لخيول المسلمين فهي تدربوا على القتال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأرعى هذه المنطقة لسائر العرب قالنا ما هي بالنسبة للمسلمين مناطق يعني للرعي ولكن تبقى محمية عسكرية لكن استفيدوا منها إن شاء الله المسلمون في رعي إبليهم وأغنامهم لأنها وسبحة ديال الدولة أرض للدولة لم تعود للقبيلة التي كانت فيها لا إله ثم حماها كلها لصدقات المسلمين وبذلك يسن أبو بكر الصدق سنة وهي لا يطمع أحدا يرتد ممن كان على الإسلام يطمع أحدا في أن يتجرأ على دولة الإسلام هذه كي يسموها في السياسة هذه كي يسموها هيبة زيد الدولة هيبة الدولة هذه واسم حقق حارب واسم حارب حارب الردة الزكاة الزكاة والجو غيجري دار منطقة عزلة سكنها الجيش دارها منطقة لمن أهل التداريب دارها منطقة محمية للمسلمين للرعي ديال المسلمين ولن يمكن منها أصحابها من قبل الذين ارتدوا الله أكبر لا إله إلا الله إذا إن شاء الله تعالى بعض الدروس بسهولة القائد زيد القائد واسمه القائد كيفاش كان دائما على رأسي الجيش ثلاثة مرات خروج صديق ثلاث مرات متتالية هي فعلا تضحية جسيمة وجليلة بالنسبة لخليفة رسول الله نقرأ لكم واحدة الجملة الجملة من الكتاب قالوا لأبو بكر صديقي يعني في التالي إن شاء الله من انتصروا ذاك قالوا له عن الكلام روي أنه قيل لي صديقي رضي الله عنه يا خليفة رسول الله لقد نزل بك بعد موت رسول الله ما لو نزل بالجبال لهذا وبالبحار لغاظها وما نركض عفته أبدا كل الصحابة واللو واللور إلا أنت من جاك هلشي يعني في التالي بقوا يسقسيوها لو كان منتالي وكان مشينا الصحابة ذا يسقسيوها قالوا يا خليفة رسول الله لقد نزل بك هذا شكل يقول الصحابة يقولها مش إحنا الصحابة اللي فيهم عالي وفيهم عمر يعني يا رجال ما شي شيء معنا لقد نزل بك ما لو نزل بالجبال لهذا وبالبحار لغاظها وما نركض عفته أبدا فقال ما دخل قلبي رعب قط بعد ليلة الغار ليلة الغار ليلة الغار ليلة الغار فما سيدر بيقلع منه كل شيء خوف لو واجه لوحده الدنيا كلها لو واجه من قال له سيدر بيه بس قال له بيصلة عليه وسلم قال له أشغل 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 حينما قال لا عليك يا أبا بكر فإن الله قد تكفل قد تكفل لقد تكفل الله تبارك وتعالى لي هل شوف الغار لي إتمام هذا الأمر الله تكفل واخرنا في الغار والمشركين فوقنا ما بالك باثنين الله ثالثهم لا تحسن الله معنا ثم قال له يا أبا بكر إن الله قد تكفل لي بأن هذا الأمر سياتيم من اللي قال لنبي صلى الله اسمه هكذا كأنه استل من قلبي بقية بقية رجل بقية خوف يمكن أن يعتلي الإنسان العادي ما بقاش عندي الخوف منذ تلك الليلة وكل المواقف التي رأيناها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك ثبات عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المساء الكيف أنه وقنع الصحابة بإنفاذ جيش أسامة وقتال الردة وخروجه ثلاث مرات ويقول له ولا يقول له والله لا خروجا ولا أوسي أنكم بنفسه وتقدم الصفوف وقاتل وهو على رأس الصفوف وش حال كان عنده من عام وش حال وش حال واحد وستين سنة أبو قائد الجيش وش حال كان ما بين بيصلاس والسدن وش حال من عام عامين عامين وغاد يموت ملت وستين عام في نهار الاثنين بحاله وكي ما طلع نبي على الفراش دواء يموت على الفراش وبهذا ننهي إن شاء الله تعالى الجولة الأولى